سيدة مايا برأيك اليوم فرنسا وحدها قادرة على فرض عقوبات على من تصفهم بالمعرقلين أم أنها بحاجة إلى دعم من دول أخرى دعم من الاتحاد الأوروبي أيضا حتى تنجح مبادرتها طبعا فرنسا هي بحاجة بالطبع لي دعم من الاتحاد الأوروبي ولكن فلنفكر بوضع فرنسا فرنسا وحزب الله فرنسا هي المتأخرة في فرض العقوبات على الديبلوماسيين الإيرانيين الذين تم اتهامهم بالتحضير لعمليات إرهابية لقد تم محاكمتهم في بلجيكا فرنسا لم تتخذ أي إجراء ضد الخلايا الإرهابية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على أراضيها فرنسا هي التي حتى اليوم تفصل ما بين الذراع العسكري لحزب الله والذراع السياسي فرنسا حتى اليوم يوجد الكثير من الأخطاء البنيوية بالرغم من تصريحات لودريان الأخيرة عن العقوبات والتي واجهت نوع من الجو الإيجابي في لبنان ولكن فرنسا حتى اليوم متأخرة في متابعتها للملف اللبناني لماذا؟ لأنها كما سبق وقلت لم تتخذ أي قرار جدي بما خص ميليشي حزب الله في لبنان لم تسمي حتى اليوم من هم المعركلين؟ حتى اليوم وزير الخارجية الفرنسي يتحدث عن عركلة في لبنان وقد عقوبات على مسؤولين ولكن من هم المعركلين؟ بالنسبة لباريس باريس حتى اليوم لم تسمي أي شخصية لبنانية عملت تشكيل الحكومة برأيك من هم المعركلين اليوم؟ الأمر واضح جدا المعركلين اليوم كما قال الدكتور مكرم رباح المعركلين اليوم الأساسيين هم حزب الله وحليفهم المسيحي على رأسه جبران باسيل اليوم الشارع اللبناني والقرار السيادي في لبنان هو رهينة هذا الحلف هذا التحالف تحالف ما بين الفساد وهذا ما أسميه بإرهاب الفساد وإرهاب الميليشي وضحت فكرة تكي أنتق المرأة أخرى على دكتور مكرم؟ لماذا هم الذين يعركلون؟ ترجمة نانسي قنقر